الذي يطرح وطرح داخل هذا الاجتماع هو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هي المجازر والمحارق التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني وبالتالي الموقف المجموعة البرلمانية الأسيوية واللجنة الدائمة للشؤون السياسية موقف واضح يدعم الشعب الفلسطيني ويدعم نضاله ويدعو إلى وقف العدوان ووقف المجازر ووقف الحرب ووقف إطلاق النار وإدخال المواد الغذائية والتموينية لشعبنا ويدعو إلى محاكمة إسرائيل على جرائمها ويدعو المجتمع الدولي ليتحرك من أجل وقف هذا العدوان وأيضا يدين السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية والسياسة الغرب الأوروبي الذي يدعم ويغطي هذا العدوان وبالتالي أيضا هذه المجموعة البرلمانية أيضا تدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل قامة دولته الفلسطينية المستقلة بعصمة القدس وعودة اللاجئين إلى دياره ما هو تقييمكم لمواقف الدول العربية والدول الإسلامية حول ملف الغزة؟ نحن باستمرار نراهن على شعوب أمتنا العربية وعلى الشعوب الإسلامية وشعوب أحرار العالم ونراهن على الدول التي تأخذ مواقف جادة كما هو العراق وكما اتخذ البرلمان العراقي موقفا يجرم فيه التطبيع وندعو الدول العربية انطلاقا من ذلك إلى وقف التطبيع وإلى الضغط من أجل وقف العدوان ووقف الحرب وإدخال مواد التموين لشعبنا ووقف هذه المجازر ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني لإنهاء هذا الاحتلال الغاشم وتمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعصمة القدس على الأراضي المحتلة عام 67 وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم لا نريد من القمة العربية كلاما أو بيانات إنشائية مللناها نريد فعلا مباشرا ميدانيا يقدم الدعم السياسي والمادي والدبلوماسي لوقف هذه الحرب وأيضا لإعادة إعمار ما جرى تدميره في قطاع غزة وإطلاق صراح المعتقلين الفلسطينيين كافة من السجون الإسرائيلية ومحاكمة إسرائيل على جرائمها التي ترتكب بحق شعبنا ما هي دول التي دعمت الفلسطيني من ناحية العسكرية؟ الحقيقة الشعب الفلسطيني يراهن على مقاومته وعلى صموده وعلى وحدته في الميدان وهناك قوة مقاومة في المنطقة العربية تدعم الشعب الفلسطيني وخاصة في جنوب لبنان نحن نريد دعما سياسيا دبلوماسيا جادا من كافة الدول العربية ودول المنطقة ودول العالم حتى ننهي هذه المجازر ونؤمن الأمن والاستقرار لشعبنا وبالتالي أيضا نقول بصريح العبارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى شريك مباشر في هذا العدوان لأنها لا تريد وقف إطلاق النار وتريد أن تعطي رخصة مستمرة لنتنياهو لكي يمارس القتل ويمارس التدمير علّه يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وهذه أحلام لا يمكن أن ترى الحقيقة نحن ثابتون نحن مقاومون نحن مناضلون في الميدان في الضفة في غزة في المناطق المحتلة عن 48 وكذلك اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا سنبقى على نبض واحد في وحدة واحدة لإنهاء هذا الاحتلال السؤال الأخير حول توجد جبهة المقاومة داخل العراق هل هناك توجد علاقة مع هذه الجبهة؟ الحقيقة نحن علاقتنا مع البرلمان العراقي كبرلمانيين وأيضا هناك قوة تنصق فيما بينها على مستوى المنطقة وعلى مستوى قوة المقاومة ونقدر مقاومة الشعب العراقي الداعمة للشعب الفلسطيني أعتقد كل الشعب العراقي يدعم وهناك أيضا الجماهير التي تحتشد والجماهير التي تنتظر أن تكون في حكم المتطوع دعما للشعب الفلسطيني